بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرام كامون والوفد المرافق لها أفاق التعاون المشترك في المجال القضائي والتطرق هذا اللقاء لمناقشة سبل تنفيذ المبادرات المشتركة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية بما يسهم في تحسين بيئة عادلة وترصيخ سيادة القانون وخلال اللقاء استعرض وزير العدل البرامج التي نفذتها الوزارة في العديد من المجالات وخصوصا في مجال بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية ومشاريع تعزيز البنية التحتية للمنظومة القضائية ورفق كفاءتها ومن جانبها جددت سفيرة فرنسا التأكيدة على دعم بلادها لمشاريع وزارة العدل واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة في بناء القدرات بما يسهم في تطوير القضاء وتحقيق العدلة ترجمة نانسي قنقر